اشتركوا في القناة اتحادية موريطانية تخدم بالعمل القاعدي اهتمام بالفئة الشبانية وضع مدربين اكفاء مدربين ومدريين فنيين اجانب مستوى عالي الاهتمام بالتكوين والاهتمام ايضا باللاعبين موجودين في اوروبا في المقابل عدنا مجموعة ممتازة من اللاعبين فرديات ولا ارواح ماذا ينقص المدرب الحلقة الاضعف في المنتخب الوطني الحلقة الاضعف في المنتخب الوطني هو المدرب وهذا الكلام تكلمناه عدنا اكثر من شهر ونصف من اللي قلنا باللي ينقص المنتخب الوطني مدرب ويوجد مجموعة ويوجد لاعبين فرضيات لكن لا يوجد مدرب مدرب على ماجر في القود بطريقة ماشر في القود صراحة تشتيت كرات تضيع الكرات اين العمل تاع المدرب اين التربوسات اين الاستفادة من التربوسات ولا شي ولا شي ولا شي وراح الترفاية تاع المدرب وراحوا لخدمة الخدمة الرتوشات تاع المدرب وفروض تبان لاعب يصنع الفارق بوعون عصام هو جهد فردي جهد فردي لاعبي كين الكاليتي كين الفرضيات كين الفنيات كين المستوى العالي كين مش مكانش مدرب اليوم بام العيب هذ من الفئات الشبانية المدرب هذا اللي ضعيف لا تاكتيك لا خدمة لوانوا لجوار مستوى تكوين اوروبي وراحوا يشوفوا كاش ما تديروا كاش ما عندكم فنية تقدروا تصنعوا الفارق حنا ما عندناش مدرب كانش مكانش مدرب الشرط الاول تضييع الكورات الضغط بدون بدون خلق مساحات الضغط كيف هو الضغط كيفاش نقوله الضغط مش الضغط على منافس الضغط بالكورات وتضييعها في وسط الميدان ان دو ما يقدروش يديروها في بعد العشرين مترا ولا ثمنتاش مترا للخصم ولا في منطقة الخصم ما نقدروش نفوتوا الريدو لول الريدو ثاني نحبسوا علاش ما كانش طريقة لعب هوية لعب ما كانش وروحوا ويالي بيناسونو ودخلو كاش ما عندكم فنية تلعلاو كاش ما تجيبونا الى ما درتوا ويالو خلاص يلعبوا لكونتراطاك المنتخب الموريطاني زوز مرات ولا ثلاثة كانوا يسجلوا علينا شوية فيها الرعونة وفيها النية نوعا ما نعيف شوية من المفروض رانا خسرنا اليوم في الدقائق الأخيرة نسجلوا هدف على وراح مدرب يا سيدي شاو تطلوه تاع اللاعبين ما عليش شوف فاني تاع المدربين ويلو ويلو النجوم اللي عندنا لانا بنسبة يالنجوم انا هادو ما دوغي اي تعامر تاع الباير اللي جوير اللي كاني تاع لانس تعليل تاع سنتيتين تاع بالانسيان تاع ظاير اي من اللي يلعب في اسبانيا صحيح انه يوجد غيابات لاعبين لاعبين دوري ايطالي ما كانش يعني اوكي هذي راجعة اللي الخالية اللي دارها زدشي وجمعتو اللي ما زلت ما خدمتش فعلا مستوى ايطاليا انا مشوفتش لاعبين على مستوى ايطاليا جو المنتخب الوطني هذا يضع علامات استفاة لكن اللي شيلي كان مقبول شيلي كان يعني اللاعبين اللي موجودين عندهم مستوى عندهم فنيات عندهم مؤهلات ماهمش ما يعرفوا شي عبو بانا وشي خصهم اللمسة المدرب تخصهم اللمسة المدرب ما كانش اللمسة المدرب غايبة ما كانش طريقة لعب ما كانش طريقة لعب نفوتوا غير مليون نبدو نوضروا ليبان ما نعرفوش شو نديرو تيهين ما كانش خطة ما كان والو ألعبوا برك يبين سيونو يخي عندكم انتم مفنيات نديرونا حلو خلاص الله يسهل أنا حصلنا من المفروض قلناها مرارا وتكرانا راح زد شي اللي معاه اللي سطاف اللي كان حطهم يروحوا صراحة مدرب محدود مدرب محدود لا ناحش تاكسيكي لواضح لا طريقة لعب لا خطة لا يويلو يعني نشوفيه دوز يام ماجر من الأخر دوز يام ماجر ما كانش لمسة لمسة اللاعبين هذة متخيلوا كوش رب اللاعبين في المنتخب المغربي يطيروا يطيروا ولا في تونس ولا في مصر ولا في السينيقال يطيروا وش اللي ناقص ناقص المدرب ناقص المدرب يذن الفوز اليوم لاعبين والمقابلة الجاية مع مصر منتخب محترم بلذم ونظم منتخب قوي إلى حد قدرنا تعادل واللي ربحنا رأوا باللاعبين باش نتفاهم ما كانش مدرب ما كانش لمسة إنه قلت لكم الفنيات والمهارات هذه إنجاز فردي إنجاز فردي فقط هي اللي تحلمنا لك لو نطيحوا في منتخب منظم مليح ما نقدروا نديروا ويلو بيلعبنا هجم زوس كونترا تاكساي يربحنا ما عندناش طريقة لعب ما عندناش هوية هارا نلعبوه وخلاص برافو اللاعبين أنا صراحة قلتها ونعودها أنا استبشرت خير بشفت القوائم ماضيها المرة اللي فاتت قلت هذا من اللاعبين عندهم مستوى وش ينقص ينقص المدرب بشو يكونوا صراحة إلا بغينا لبنوا مغتخب قاوي للمستقبل خليفة محرز خليفة فيغولي خليفة ماندي خليفة والناس لازم نبازيو على الإيفان هذو هم الخليفة هذو الخزان الخليفة هذو ما إلا ما تجيب لهمش مدرب مستوى عالي يحو هيتفورماطا ومع المستوى الراعيف مدربناه تاكتيكي ما عندوش مستوى ضعيف هيطلع لك لاعبين مستوى ضعيف محدودين حتى رم يطيروا إلا الشيشين نشوفوا إلا نظر مارمون كونجينا كونجينا عدنا شوية مدرب شوية عندو عندو نقوله سيفي قوي وجا عدنا مدرب عندو سيفي قوي إيه موريطان ينضربوها بربعة بخمسة مع اللاعبين اللي عندنا بش نتفاهموا اللاعبين اللي عندنا موريطان ينضربوها بربعة أولا بخمسة يمسح مع الدنار راحزتش مفروض هذوم الطواقم اللي كانوا بقايا ومعزتش يروحوا وجيبونا ناس اتحادية يا سيدي هذو الإيفاء مدام هو الخليفة ينجيب له أحسن أنترينار وراحنا مشكل درام كينا نجيب أحسن أنترينار دوزيام على معجرة معجرة في القود شكي ما حك اللاعبين الفنيات أنا نحيل والله غير حيا هذو من اللاعبين قلت يعني هذو من اللاعبين كون جوا في توليس ولا في المروك ولا في مصر ولا يطيروا يطيروا مع شوية خدمة اسطاف خلاص يطيروا يمسحوا هذا هذا الاسطاف هذا الانعاول وطاقم التقني هذا هذا يجيب لوميسي ورونالدو وزيد لها مباقية يرجحها يرجحهم لا علاقة يرجحهم لا علاقة تجيب لومبابي وتجيب لوميسي وتزيد لهم مع كريسيانو ورونالدو يرجحهم لا علاقة واذا ما يعرفوش يميرسوا كنت تقدم لانا ما كان اش تاكتيك هلعبوا برك هلعبوا الخدمة الخدمة اللمسة الانا ما فهمش الاسطاج وش رام يديروا في الاسطاج تربو سيئة هذية وش رام يديروا سيئة HR يصوروهم ويرحوا ولا ما فهمش وراح الخدمة المدر look في الاسطاج لا اكتغلوها باش صح الأخطاع بتاعك باش يدعون طريقة تلعب بها باش يدعون خطة تلعب بها موالو يبدأ ما عندك موريطانيا حصلت قريب تخسر. احنا كنا الغلطة منين? والخلل منين? الخلل المين? الخلل فيك انتهاء يا اخي فيه الانترينير! وليك من مش الانترينير بقدر من يجاب الانترينير? شكو اللي جاب الانترينير? ها عن سؤال متروح. الانترينير هذاك شي لي عندو? شكو اللي جابو? ههو سؤال متروح. شكو اللي جاب الانترينير هذا? اذا نتمنى التوفيق لمنتخب الوطني خاصة في مقابلة الجاية ضد المنتخب المصري. نتمنى التوفيق لللاعبين اللي رام عندهم مؤهلات وقادرين يصنعوا الفرق فرديا فرديا فقط. في الاخير متقانم مع مزيد من الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.